نضم معي عبر الهاتف علي بشير الرياني نجل بشير الرياني لاعب الاتحاد سابقا أهلا وسهلا بك علي السلام عليكم وعليكم السلام ابتداء علي هل قضية قتل سيد بشير الرياني رحمه الله يعني متزال أمام القضاء وكيف تعلقون على خبر الإفراج على الساعدي معمر القذافي المتهم في هذه القضية أول شيء أستاذ طبعا ما بنقولك القضية قاعدة ننتهتش قاعدة عند محكم العليا قاعدة عند محكم العليا وسيظهر حكمها شيء الأيام من السابقة إن شاء الله طبعا أن هناك حاجة يمكن أن نوصلها للناس إنه يعني إفراج على الساعدي يقول إنها مصالحة وطنية ومصالحة وطنية مصالحة وطنية يكتوف الناس اللي برياء ولا كيف يعني هذي يمكن أن نوصلها أنا أمس مستمعين يقولوا إنه بيجوروا مصالحة وطنية وإنها السعادية وإنها الأزلام قاعدة فيه ناس مظلومة يعني بدرجة إنك أنت تطلع الناس هذه من السجون تطلح أنهم أبرياء والناس المظلومة هم اللي يخوفاها ولا ما فهمناش يعني لما حكمه بالبراء فمحكم الدناس وطبعا حكم باطل إنه هو حكمه مش حكم براء قضية كيف هو حكم باطل علي حكم باطل إنه قضية لأنا قدام الناس لأنني أستعدوا لذلك تصفح في القضية حكمها أي حج يقرأ ومش دابة تقول إنه قرأ القضية يقولك حكمها أعدام قلدي إنت تطلع بتحكم علي بالبراء أنا هذا الشيء لا تقعد يتكلم عليها طيب علي وأنت على احتبارك نجل بشير رياني ومتتبع لهذه القضية وعلى صلة قريبة منها هل الحكم القضائي الصادر كان حكم نهائي أم حكم بات ليست حكم نهائي ليست حكم نهائي ما زال قضية ما زال قضية ما زال عند محكم العليا ونحن نراجع في حكم القضاء وبإذن الله حيزر رئيبات القادمة طيب أنتم قمتم بتقديم طعن بعد إصدار محكمة الاستئناف لحكمها في حق السعدي الطعن الآن هو بين يدي المحكمة العليا وفق محاميكم علي أو المحامي الموكل من قبلكم في قضية والدك سيد بشير رياني ما الذي أخبركم به أشوف أستاذ أول شيء الحق الطعن بات نيابة العامة وكأن نيابة هو القدم الطعن ومع قضاءهم القدم الطعن في المحكمة العليا وطبعا المحكمة العليا لها طبعا هذا الشيء مفروض قضية زالية قضية مفروض هذه حق مضر حق قضية هذه لها كتسنين مفروض هذه حاجة المالية هذا مش إنشخ رئيس دولة يعني معروف وإنا حتى كنا طلع برا خارج نيب إذا طلع مش حديد حتى لو صدرت الحكم المحكمة العليا مش حديد نجيبها من بره يعني هو بتلكها هاتي وكان عمت أنه صدرت الحكم المحكمة لعادة الحكم بعاماتها هاتي كبنجيبوه كبنجيب الحكمة أنا هذا قاعد مفروض هذا ما يطلعش من الحابس إنه نزل الحكم المحكمة العليا انت طلع في متهم وقاعد على قضية يعني هذا شيء يخليك أنك أنت معاش تفهم شمي يعني الدولة يعني بدك مصالحة مصالحة لكتوف الناس برياء ولا كيف طيب علي وأنا مقدر تماما لظرفك وظرف أهلك وما تمرون به لسيما بعد هذا الخبر لكن اسمح لي فقط حتى يستفيد السيد المشاهد والضيوف معي أيضا قطعا أنكم اتصلتم بمحاميكم بعد ما وصلكم خبر الإفراج عن الساعدة القذافي ما الذي أخبركم به نصا يعني؟ أتصل بي أحدا أستاذ مطرقي أنت لم تتصل بمحاميكم للاستفسار عن عملية الإفراج عن الساعدة القذافي وما هي الخطوة القادمة التي من المفترض أن تقدمون عليها ما تصل بي أحدا أنا عرفت الشيء هذا بروحي في البلاد هادي يخوضها ما لهم البلاد هادي تجري لليه شيء بروحك ما في حد يجري لك عليه يا علي شكلك محامة نيش اسمح لي يا علي أنت أكيد موكل محامي في دعوة قضائية متهم فيها الساعدي معمر جدافي بي قتل والدك نعم علي قضية 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 مستمرة كيف شخص متهم وقضية قضية مستمرة أنك تطلع بالإفراج يعني هادي مين بالعرفة هادي مين كيف يطلعه واحد متهم بقضية معروفة مريد كلها تعرف من اللي يقاتل أما غير من يومين بيقول أنا قاروبة من يومين 2005 ما فيش حد بيقولش بالشرياني قاتل السعدي كلها تقولي قاتل السعدي يجي أنت الضلة وهو بعد القضية مستمرة يعني هذا شيء جعل طبعا يحدث في ليبيا فقط الشيء هذا يحدث في ليبيا المظلوم يمظلم والظالم قطل مظلوم يعني الشيء هذا ما قاعد مش بيستوابه فهمت عليها نعم وإنت تأكد أنكم قدمتم طاعن إلى المحكمة العليا وإجراءة الاستئناف ما تزال بين يدي المحكمة الآن اكيدا بها المحكمة عندي المحكمة العليا ونرجع بالحكم المحكمة أو المحكمة العليا أقبطت بالحكم حخمة مちوشوية يعني صور المحكمة عليه والقضية أنا رأى الناس عرفت أنه هو Axan سما numbers يعني أنني عارف سن حكم على المحكمة العليا أكد من يوم في المئة أنني عارف القضية حكم البراء الحكموه حكم ضعيد جدا والآن المحكمة العليا لم تقم بإصدار الحكم النهائي بعد حتى اللحظة بالرغم من عملية الإفراج على الساعدي ما زال حكم المحكم العليا ما حكمتش بالحكم وقاعد أنه هو خارجي حاليا والمحكم العليا ما حكمتش القضية القضية هذا الشيء قاعد حاير يصدر الحكم وين هو يطلع إذا كان حكم أيد الحكم البراء أو التناقض الحكم أنه عنده سيكون قاعد المستهم هذا الشخص قاعد المستهم من التومة ما فيه محتمى قاعد يكون متهم هذا قاعد يطلعش من الحبس مفروض لكن إذا كانت طلع من الحبس وقاعد ما فيه القضية قاعد ما زرش حكمه هذا شيء غريب أنا مجدد في الطرم ونقول هذا شيء غريب أنا بروحي قاعد أتوى مش لهم شيء لموضوع داي أشكرك شكرا جزيلا علي بشير الرياني نجل اللاعب السابق لندر اتحاد بشير الرياني والذي كانت قضيته أمام المحكمة والمتهم فيها الساعدي معمر القذافي بقتل اللاعب بشير الرياني شكرا جزيلا لك علي بالرغم مما تمرون به أنت وأسرتك شكرا لقبولك دعوة قناة لي بالأحرار والتداخل معها